تسابق الهيئة العامة للطرق والنقل البري الزمن في سبيل إنجاز أحد أكبر المشاريع الاستراتيجية لتطوير البنية التحتية في البلاد وهو مشروع تطوير شبكة الطرق في جنوب السرة ذلك المشروع الذي يحاكي كويت التنمية الجديدة وصوت نسبة الإنجاز للمشروع الذي تشرف عليه كوادر هندسية وفنية وطنية إلى 91% على أن يتم إنجاز المشروع كاملا نهاية العام الحالي بنية تحتية متطورة لكويت جديدة هو العنوان الأكبر لمشروع تطوير شبكة الطرق في جنوب السرة ذلك المشروع الذي يعد أحد أهم المشاريع الاستراتيجية والتي تهدف من خلاله الهيئة العامة للطرق والنقل البري إلى الوصول لبنية تحتية ذات مواصفات عالمية فكرة هذا المشروع وتصميمه يعتبر لتسهيل حركة المرور لداخل منطقة جنوب السرة والخارج منها وفصل حركة مرورية لأهالي المنطقة والعابر من منطقة جنوب السرة ولكل عارف أن منطقة جنوب السرة مكتظة في الخدمات والوزارات الخدمية التي يهتم لها المواطنين والمقيمين على دولة الكويت وإن شاء الله المشروع هذا يخدمهم وسهل حركة المرور لهذه المنطقة إن شاء الله إن شاء الله سيتم إنشاء 14 جسر ثمان جسور منهم علوية وست جسور تحتبر على مستوى سطح الأرض بالإضافة إلى إنشاء أربع أنفاق وبالإضافة إلى إنشاء خزان مياه والأمطار الضخم يخدم منطقة جنوب السرة شبكة طرق متلازمة وجسور وأنفاق صممت على أحدث المواصفات العالمية يحويها مشروع تطوير شبكة الطرق في جنوب السرة والذي وصلت نسبة الإنجاز به إلى أكثر من 91% حاليا نحن في المرحلة الثالثة ويتبقى لنا مرحلتين مهمين طبعا المشروع حاليا نسبة إنجازة 91% وإن شاء الله يتم الافتتاحات الجزئية القريبة من شهر ستة إن شاء الله بهذا الشهر إن شاء الله نفتتح أربع جسور بالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور وزارة الداخلية وإن شاء الله يتم انتهاء من هذا المشروع إلى نهاية هذه السنة إن شاء الله طبعا الحمد لله رب العالمين المشروع يحتوي على كوادر وطنية من المهندسين الكويتين أكثر من 16 مهندس اشتغلوا في هذا المشروع والحمد لله رب العالمين نحن موجودين من بداية كورونا إلى هذا اليوم إن شاء الله ننجز هذا المشروع بأكمل وجه وبالسرعة الممكن إن شاء الله مشروع تطوير شبكة الطرق في جنوب السر حلقة متكاملة من الطرق ستحدث نقلة نوعية على صعيد إنسيابية الحركة والحد من الاختناقات المرورية لا سيما في منطقة الوزارات والجهات الحكومية الجديدة فضلا عن تحقيق الأمن والسلام المرورية على طريق بنية تحتية متطورة تحاكي الكويت الجديدة فهد التركي تلفزيون دولة الكويت